مرحبا بكم أصدقائي أسعد الله أوقاتكم مساء الخير عليكم وعلى كل الموجودين طبعا سوينا Zoom Meeting راح نبدي نتكلم بلغة PHP أخذنا بالدورات السابقة عن HTML و CSS وجava سكريبت هسا PHP لازم تشاهدون الحلقة الأولى أنه راح نشتغل على الـ Local Host اللي هو برنامج اللارغون شرحته بالفيديو الأول تقدرون تراجعونه وتشوفون طريقة التحميل خاطر تعرفون أنه هسا لازم أنه نشغل برنامج اللارغون خاطر يصير أدي مثل الـ Domain خاطر أقدر أشتغل بلغة PHP واليوم راح نتكلم على المتغيرات الـ Variable طبعا لغة PHP طبعا قبل شوي قدت هميا للأشخاص للناس الموجودين وياي بالزوم قبل لا أبدأ أسجل الفيديو قلت لهم أنه الحاسلة بيها أكثر من 65 ألف بورت البورتات هنا محجوزة اللارغون أخذ بورت 80 والـ MySQL هذا البورت يعني الأباتشي والـ MySQL مالتنا على 3-3-0-6 هذا إذا أتلاعب بالـ Configuration بالـ Terminal هنا وأتلاعب بالإعدادات أغير البورت مالتي لازم أسويها بشكل مانول يعني يدوي بس الأفضل أنه نبقي على هالطريقة هاي بما أنه إحنا سوينا لـ Start All بعد أن تشتغل عدي البرنامج الـ Local اللارغون فهسا رح نبلش إن شاء الله بلغة الـ PHP نفتح المتصفح طبعا طريقة الخزن ما للـ فايل الـ PHP لازم يكون داخل برنامج اللارغون خاطر يقدر المحرر أو البراوزر يفهم إنه عنده أشتغل هنا باكيند مو فرونتيند لو فرونتيند شان أقدر أشتغل مثل لغة الـ HTML وأقول له Go Live وأفتح لي المتصفح المتصفح هنا يقرأ بس لفرونتيند أما الباكيند يحتاج لي إلى دومين إلى سيرفر أوكي زياد شون خزننا هنا شون خزننا هنا هذا الملف مجرد إنه فتحنا فايل نقلنا له New File ومن خلال New File نقول له Save As نروح على كلمة Save As وبالSave As تبحث على البرنامج وين الفايل أنت نخليه ما للـ Laragon أنا أخاله بالـ Desktop فمن الـ Desktop Laragon ProTable وأروح على الموقع مثل ما تشاهدون الملف أمامكم www هنا أنا راح أخزن عن الملف راح أسمي أي تسمية إذا تريد اسميه admin admin.bhp بس كتبت admin.bhp راح يطلع لي العلامة ما للـ Feel هنانا واتفعلت أدي لغة الـ PHP زياد هنانا ممكن إنه أنا أشتغل بلغة الـ HTML و CSS ممكن إذا كتبت shift وعلامة التعجب وقلت enter اشتغلت عدي التاقات ما للـ HTML إذا الموضوع عادي يعني مو صعب زياد إحنا هسا راح نشتغل على المتغيرات الـ Variable بعض المنبرمجين يعرف شنو متغيرات وشنو أهميتها البعض الآخر ما يعرفه الـ Variable راح نحتاجها في وقت لاحق وقت لاحق بس لازم نفهمها اللي دارسين Informatic, Computer Science, علوم حاسبات المتغيرات هو إنه أنا أخلي كونتينر يعني أو أخلي مثلا شون نقول إحنا أنت عندك ديكسن مع الغراض أحط بها غراض مصفطة أحجز دي أقول هاي المستطيلة أريدها من الخانة الفارغة أضم بيها مثلا السيديات القديمة ماتي مثلا أو أضم بيها مثلا المحفظة أو أضم بيها ذكرياتي فأخزن أخزن فأحجز متغير فهنا بلغة الـ PHP طريقة التغيير التخزين طبعا راح أشيل التاق مع الـ HTML ونبدأ نشتغل بـ PHP فمجرد ما أنه نروح على نفتح تاق الـ PHP هو هذا الإشارة أو هذا السهم وعلامة الاستفهام والمحرر راح يقول لي أنه نفتح الـ PHP شبابنا اللي بالزوم دا تشوفون الصورة واضحة الأمور تمام لو راني أيضا دخلت ويانا تمام 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 بما أنه الأمور تمام حلو عاشت إيدكم نقدر نكتب لغة PHP أو هو التاق بس تخلي علامة التعجب راح يطلع لي أنه يقول لك هانا تريد تشتغل PHP ليش لانا معرف الفايل بشكل PHP جاءنا ميسج يقول نعم واضحة شكرا يا شهد حياة شاء الله فنكتب PHP وندوس Enter هنانا بلغة الـ PHP عادة عادة المبرمجين ينصحون أنه نكتب تاق الغلق أما إذا إحنا نشتغل بس لغة PHP ما راح نضيف لـ CSS لا راح نضيف HTML أقدر أخليه يجبها الطريقة هاي ما سوي لعلامة الغلق بس للأمانة إلك وللاحتياط اغلقتك خاطر كل شي يصير سويت في التحديث Update وضفت مثلا CSS أو ضفت HTML أو ضفت JavaScript بنفس الملف خاطر للصفحة عندك تنضرب وما راح تشتغل أنا أريد أتأكد من شغلي أنه الأمور تمام فمجرد ما أنه أكتب كلمة إيكو إيكو يعني يطبع لي فأما أكتب إيكو يأما أكتب برينت عندنا طريقتين أكو كلمة برينت هذه هي الطريقة أو كلمة إيكو إيكو يعني يقول له أطبع لي إذا قلت أطبع لي مثلا Hello عبود وهنا نأخلي علامة تعجب مثلا دائما دائما بلغة الـ PHP أحفظها قاعدة أي شي تسويها بالنهاية ينتهي سمي كولوم لازم 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 ينتهي سمي كولوم أوكي راح نيجي نسيف زيان ستقول له أنا شو أنا أشوفها بالبراوزر زيان إذا أنا أقول له GoLive هنا أنا ماكو GoLive دائما تلاحظون ماكو GoLive وإذا ضغطت هنا أنا هم ماكو GoLive دائما تعرفون فش يسوي أنا لازم أشغل Laragon Multi وأضغط على كلمة الويب أمامكم فأقول له Start Page راح يطلع لي صفحة Laragon الأساسية اللي هو هذي بهذا الشكل زيان أنا ش راح أسوي راح ما راح أفتحها بهذا المتصفح راح أحاول أفتحها بالويندو بالمايكروسوفت وراح أخلي تران زيان بما أنه مفتوح خلي نفتح لنا علامة زائد طبعا خلي نواخرها هاي هنا أوكي هذي الشكل وراح أكتب Local Local Host هسا هنا أنا Local Host 88 راح يطلع لي الصفحة ما لل Laragon شفتو طلعت الصفحة ما لل Laragon مثل ما لا تلاحظون أمامكم زيان خاطر أنا أضيف الصفحة مجرد أخلي Shift هذا وشنو سميتها آني سميتها admin.php أقول له افتح لي هاي الصفحة ليش لأنه سيروح ينتقل من ملف الإندكس php اللي هي هاي الصفحة الرئيسية إلى الصفحة اللي أنا قاعد أشتغل عليها بالبراوزر وقل له Enter راح يطلع كلمة حلو عبود مثل ما لا تلاحظون راح أكبرها لكم طلع الصورة واضحة والمسيج واضحة أمامكم أصدقائي أي نعم تمام تمام بما أن الأمور واضحة تمام إذن شغلي لهنا صحيح عمل المتغيرات كفاريابل هنا الحلو بلغة الـ PHP ما يحتاج أعرف نوع المتغير لدينا أنواع من المتغيرات أكون متغير أخليه بس للأرقام الصحيحة يعني هنا أنا S$ وأسمي مثلاً number هذا هنا كان قبل باللغات موجودة بجاذا بـ C++ بـ C-Sharp بـ C أي متغير أريد أعرفه لازم أكتب نوع التعريف ماله أما بالـ PHP جداً حلو أنه يساعدك هو يفهم شون الشيء رح تكتبه إذا كتبت مثلاً 30 أو 40 أعرف أنه هو إنتجر خلي أتأكد من هذا الموضوع أكو function أو دالة إذا كتبتها اسمها var dump بهذا var dump أفتح قوسياً هاي دالة إن شاء الله نأخذه طريقة كتابة الدوال تختصر عليه هاي أمور واكتب المتغير اللي سميته هو number إنه أنا حجزت متغير القيمة مالتي طبعاً هنا يحتاج يساوي أيضاً يساوي أيضاً 40 القيمة مالتي 40 هس إذا طبعت الـ var dump رح يشوف يأكدلي على كلامي إنه هذا شنو نوع المتغير شفتهم هنانا البراوزر إذا سويت refresh رح يطلع لي إنتجر 40 يقول لي ترى نوع المتغير اللي إنت هسه حاجزة ترى هو نوع إنتجر int يعني رقم صحيح زياد خلي شوية أتلاعبوا إذا خليت نقطة وخفاصلة خمسة أربعين ونص كسر رح يطلع لي المفروض float أو double لو سويت refresh رح يطلع float إذا الرقم الكسري float أوكي زياد إذا ردت أسوي نص كتابة نص معين مجرد أخلي double quotation أوكي وأمسح الرقم وأكتب مثلا إذ Sung welcome to php site وأجي أسايف وأجي أسايف وأجي أسايف أو اف7 تقدر تدو hospital مجرد بمجرد أما هاي لثمم طعش عدد الحروف إلا خزانتها هنا كن الحروف خزان bit بيت واحد بيت واحد دائما نخذه قاعدة واحد بيت يساوي ثمانية بيت بالسترينج اكو صفحة راح اشوفه ان شاء الله لكم انه بالانواع المتغيرات انه استرينج كم بيت بي الانتجار كم بيت بي بس المهم يعني لا تدوخ خسن نفسك انه هاي لثمنطعش عدد الحروف اللي كتبها welcome to php site زيان هسه هنا انه الحلو باللغة ال php انه قدر يعرف المتغيرات بشكل سلس وسهل ما بيها اي صعوبة لهنان عدنا سؤال نقدر نسأل سؤال عدكم سؤال حابين نضيفوه خاطر اللي عدد سؤال نقدر نجاوبه ما عدكم نستمر اوكي زيان راح تقولي ممكن نضيف عبدالرحمن بالVariable بHTML وخاطر نرتب شغلنا ونغير الفونت ونضيف CSS ممكن شلون يمكن اليوم اني سويت لكم نزلت بالستوري انه انه اخلي عبارة عن فورم وانه شكتب يطبع لي شكتب يطبع لي ما عرف اذا الوقت يسمحنه او لا الوقت صار اهنانة بالتسجيل دعج دقيقة فنخليها في فيديو اخر خاطر لا ناخذ من وقتكم بشكل اسرع خلي اشوفي لكم طريقة الدمج اهنانة بالنسبة للغة اله تي اميل والسي اس اس والبي اتش بي خاطر تكون عدكم ايضا واضحة مجرد احنا متعلمين علامة التعجب نكتبه ونقول انتر رح يجينا الاساسيات ما لله تي اميل اذا غيرت بالتائتل اكتب بي اتش بي سايت بي اتش بي سايت شوفو هنانا ليش الشركات تريد ناس متخصصة بالباك اند وليس الفرونت اند بس انت ما انت قدت تشتغل باك اند اذا ما عندك اساسيات الفرونت اند ليش شن السبب رح اقول لك انا شن السبب لو جينا اهنان خلي ناخذ فد مثال خلي نقل كونترول اي ونخلي علامة التعجب ونكتب اهنانا صفحة عادية خلي نكتب اهنانا باراقراف ونكتب اهنانا هلو ابدو الراحمن هاي خاطر انه تعرف ما بين فرق ما بين الستاتيك والديناميك هاي ردت اشرحها لكم كنتم سوي بريزنتيشن فخلي اساسي اطلع go live اهنانا خلي نشوف انه تنفتح الصفحة البورد يمكن الفيجول استوديو كود يشتغلون ثاناتهم هما والارقون على نفس البورد بس خلي نشوف انه هالي رح تنفتح الصفحة رح تنفتح المسيجة والرسالة اذا ما انفت حد اذا طلع لي error معناتها الثاناتهم على نفس البورد لانه الفيجول استوديو يمكن على غير بورد خلي تأكد اه ما عرفش اجاني مسيج وما شفته هنا انا document فتح اوكي هلو عبدالرحمن دعما بالراية تكليك بالراية تكليك واكتب اي متصفحة تريد تفتحها بالجوجل اكتب view page source اوكي رح يجيك لغة ال html ال frontend فقط البروزر يفهم فقط frontend لكن من يكون عندك سيرفر هنان السيرفر رح يلعب لعب شوفوه هسا قدامكم طلع الكود مالتنا اللي انده استغله في ال tag مكتوبه ياته امامكم ترا هلو ايام عبدالرحمن اما هذا السكريبت هو مال ال visual studio code حتى يشغل لي go live اوكي هاي لدو خون بيه بس اوه المهم ان الكود مالتطلع اهنانه زيان اريد اسوفة تيست اهنانه قبل لا انه اطلع حتى شوفوا لكم الفرق خلي الغي هذا كله واكتب لغة ال php قلنا tag علامة التعجب php وعلامة التعجب والغلق واهنانه رح اخلي شوفوا هنانه اش رح اخلي ايكو وخلي double quotation وراح اضيف tag ال b ال b ال b واكتب hello abdul rahman اوكي واغلق التعج ايضا بيه هنانه الغلق اوكي وهنانه علامة التعجب الاعفو السيمي كولوم واجه اسيف لو رحت للبراوزر مالتنا راح يطلع لي hello ايام عبد الرحمن لو سويت رايت تكليك وفي view page source رايت تكليك رايت تكليك راح يظهر لي فقط اهنانه لغة ال html شوفوا قال لي انه ترى انت بس مستخدم hello i am abdul rahman مع العلم انه مطلع لل bhp ليش؟ لانه البراوزر ما يفهم اللغة ال bhp السيربر اهنانه يعاون البراوزر حتى يفهم قراءة ال bhp لذلك الشركات يقول لك انا اريدك انت مبرمج يكون عندك ال back end number one عندي لاني ال front end انا ما اريده هتقول ليش عبد الرحمن ما يريدون ال front end يعني ال front end b هو اساس ال style والتاقات اللي انا اكتبها اهنانه ما راح تسوي secret ما راح تبني theme راح يكون سهل على مبرمج اخر يفتح view page source اي موقع ويبوغل كود متك وخلاص وراح ويقدر يسوي مثله بس يغير الالوان وغير ال content فلذلك تقول لك انا اريده بشغل ال back end بال back end راح يختفي هواي امور هواي سكريبتات فمن راح يجيس ياخذها كلها copy ما راح ياخذها كلها copy ما راح تشتغل نفس الصفحة مثل ما انت بانيها تتفهم عليها لذلك يطلب من عندك ال back end يكون بشكل اساسي اوكي زين هسا خلي نغلق هالي نرجع للرسالة مالتنا خلي نرجع لل php نشتغل بلغة ال html علامة التعجب وهنا نغير ال document نكتب عليه php variable variable ونجا نسيف اه شو يقول لي اربعة سكند راح يخلص zoom meeting اوكي بما انو راح خلي اوقف اهنانا اوكي اصدقائي هس راح نستمر جماعتنا اللي بالzoom دا يتابعونا وهاي صفحتهم خاطر تشوفون اوكي خلي نخليها بهذا الشكل او خليها بهذا الشكل او خليها بهذا الشكل او بهذا الشكل تطلع صورتهم اهنانا داخل ال body داخل ال body اخلي التاج مال ال php بس لازم يكون الفايل مخزن بلغة ال php لانه لو خزنته انا بغير لغة فما راح يفهمه ال browser انه انت جا تشتغل php المحرر العفو واهنانا ابدى اشتغل مثلا لو كتبت كلمة echo هاي اهنانا او double quotation واكتب كلمة welcome to learn طبعا قبل لا هاي خلي نسوينا متغير حتى بما انه احنا نشتغل على متغيرات خاطر نفهم بشكل اسهل فراح نسمي اه متغير اسمهم first name يساوي 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 double quotation واهنانا semi column واهنانا اساوي بال first name اه اسمي شنو اللي اريده راح اسمي مثلا علي last name اسدولار طبعا هنا من تكتب اسدولار راح يفهم انه انه انت جا تعرف متغيرات last name يساوي double quotation ونخلي سمي column وخلي نقول مثلا الربيع مثلا حيا الله اوكي خلي نكتب ال a capital زيان ال age العمر s$ age يساوي مثلا خمسة وعشرين سنة اوكي سمي column بعد شتريدون مثلا خلنا اخذ حتى كل المتغيرات status status يعني شنو هو عايش او ميت مثلا status نخليه يساوي هنانا ال status راح استخدم boolean اذا سامعين بال logic اللي هو الترو والفالس راح نستخدمه بال if statement فحتى ناخذها true او false او null null يعني فارغ انا اقدر راح جز متغير بس فارغ انه ما يطلع لي كل شي به اوكي زيان اهنا اخلي نيجي نشتغل على الايكو المخرجات اذا ردت اخلي اكثر من variable يعني واحدة بصف اللوخ فمجرد انه اخلي s$ first name واخلي نقطة و s$ last name راح يطلع الاسم مع بعض بس خطر ارتبها بشكل ارتب خلي اسوي message echo افتح double quotation my name name is واخلي space فراغ واخلي نقطة واخلي s$ first name واخلي نقطة واكتب my last name and my last name is واخلي نقطة واخلي نقطة واخلي نقطة النقطة يعني مثل الفاصل مثل الفاصل مثل الفاصل من ما تجمع راح يصير كلها جملة واحدة راح يصير هنا last name last name s$ last name بس خلي نتأكد هنا last name اوكي زين بعت نقطة واخلي double quotation i am او am space اخلي نقطة واخلي العمر اللي هو ال age اوكي 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 فاطل years old عمر عمر اوكي اوكي نقدر اشوف بالبراوزر ميسج طويل انه هو مي نايم از علي طبعا بصف الاند لازم نخلي space خاطر انه ياخذ باوعه هنا تطيف space تسيف حتى تطلع الجملة واضحة تسوي نسوي refresh مي نايم از علي اند مي لاست نايم از الرباعي بصف الام همي لازم نخلي مي مصطط الفكرة اريد اعرف اهنان ال طبعا اهنان اي تاق تريد اضيفه اضيفه داخل الكوتيشن اقدر اخليهن كلهن بدبل كوتيشن ممكن هسا خلي كلمة مي نايم بتاق معين فاضيف تاق ال P shift P او نقدر احنا هنان نسوي بداخل ال body نجيب تاق ال P نكتب نضوط enter راح يجينا تاق ال P فراح اخذ اهنان control C واضيفه اهنان قبل ال M وبعد ال M اخذ الغلق اوكي اوكي واجه هسا خلي اعرف ال P مالتنا خطر اه نشوف انه اقدر اضيف بعد style للموضوع مهم تحت ال header اكتب tag style اذا تذكرونه اخذناه فهذا tag style اضيف اضيف ال P و اضيف ال اللي هو هذا هذا الفتح والغلق مال ال style و اضيف color خلي اجرب color و خلي نقطين و اكتب هاشتاغ مثلا تسعة تسعة صفرين 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 سمي كولوم واجه اسيف خلي اشوف انه اول جملة مفروض تتغير عدي بغير لون تران راح تشوفون انه صار عدي ضفة style و ضفة PHP وهذا كله لو رجينا هسا نقول له view page source راح تشوفون انه هو بس paragraph شوفوه شوفوه هذا الكود مالتكول اذا شوفوه وين ال PHP هنا ماكو اي PHP صار كله مخفي صار كله مخفي اختفى كل ال PHP اختفى انا ما كتبت بهاي اللغة انا ما كتبت بارغراف اذا تشوفون انا ما كتبت هنا بارغراف كتبت echo وحطيت متغيرات صار عدنا بس البرغراف مو من ضمن ال PHP فظهر هو البراوزر قلت لك يقرأ بس ال frontend يقرأ لك ال HTML وال CSS وال Javascript اما ال PHP ما يقرأ فلذلك يقولو لك احنا نريدك تشتغل backend لانه اكو اسرار ترحضمها بال backend فاي شخص كيوزر انا كضيف ادخل على موقع مستحيل اشوف انه الموقع مرفوع بشكل frontend فمعنى هذه غلطة طامة كبرى بتعرف احنا تغيرنا هسا بوقت 2022 لذلك انصحكم انا يا اصدقائي انه نستمر بتعلم لغات ال PHP لانه هما يطلبون دائما كل الركائز واكد ادنا اكثر من فريمورك مثل ما موجود الفريموركات بال CSS اللي هو هو ال bootstrap الفريمورك ما لجاذا سيكربت اللي هو gqree او ال Angular او ال React .javascript داني كلهن صحولة كل هنا فريمورك اما الفريمورك البي اتش بي بعد دقيقة وينقطع وينهي البيث مالتنا او التسجيل الصوتي شوفكم ان شاء الله اذا الله خلانا طيبين الاربعاء ايضا محاضرة لخ نستمر ان نكمل شنو اللي بعدها راح ناخذه لهنا انا اذا عدكم سؤال كتبوا ليه بالتعليقات ما لليوتيوب متفقين شباب حبايبي الله يسعدكم والله يوفقكم اكيد هالستو صارت عدكم يمكن شوية صعبة بس راجعوا عن طريق الفيديو مع اليوتيوب بلعك هستوى التهلب ماشي يا الله تحياتي لكم حبيبي حبيبي الله يسعدكم يا رب والله يوفقكم تحياتي لكم وشوفكم على خير مع السلامة تمنى ان الصوت يكون يكون الصوت واضح هنا انا يا اصدقائي نختم الفيديو وشوفتوا كان اوكا اصدقائي اياي على الزوم ما اعرف اذا صوتهم ظهر بالتسجيل او لا فكانوا موجودين وهس الزوم خلص الوقت مالته والمحاضرة مدتها 26-27 دقيقة شوفكم على خير وهذا كان موضوع تحياتي لكم تحياتي لكم اخوكم عبد الرحمن مع السلامة شوفكم على الزوم ki